التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الموارد المائية وريها نيسويلم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وتناول اللقاء استعراض جهود الوزراء خلال الفترة الحالية حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مشروعات خدمية عليها